موسيقى 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 بعد 1958 اليوم جرت الكثير من المياه تحت القناطر بعد تعديلات 73 و92 و2002 كانت كلها من أجل مزيد من ضبط الإطار المعياري الذي يسمح بعمل في مجال حساسية وعمل المجتمع المدني وعمل الصحافة والنشر وعمل تجمعات يقتضي وضع الإطار المعياري الذي يضبط كيف وحدود الحرية التي نبغي دائماً أن تستحضر المسؤولية في إطار ما ربطه الدستور بربط الحرية بالمحاسبة والمسؤولية هذه الدول الوطنية ستنسنة من الحرية العامة تنظمها كلية الحقوق ريبات أدال بتعاون مع وزارة العدل والحرية العامة والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية تأتي كحلقة من سلسلة أطلقناها إن صحت تابير منذ عشر دجمبر 2018 لأنه هذا الشهر دجمبر حافل بمجموعة من من التواريخ إذن نضمنا ندوى حول سبعين سنة من تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 عشر دجمبر ثم بعد ذلك ندوى وطنية حول الطاريخ الدستوري بالمغرب وتأتي هذه الندوى الثالثة ضمن هذه السلسلة كما قلت المتعلقة بالحرية العامة نتحدث عن الحرية العامة نتحدث عن حقوق الإنسان نتحدث عن القوانين المغرب منذ سنة 1958 سنتين بعد الاستقلال عرف ما يسمى بالقوانين الأساسية المتعلقة بهذا المجال خصوصا قانون الجمعيات قانون التجمع وقانون النشر وتم تطعيم ذلك بقوانين لاحقة أغنت هذا الحقل وساعدت المغرب في تبوء مكانة محترمة في هذا المجال قبل ما تخرجون ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي الفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي